نتحول الآن إلى واشنطن حيث يجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونكسوب تأتي محادثات بعد إعلان كل من واشنطن واسيول تمديد منوراتهما العسكرية المشاركة بعد تكثيف بيونج يانج تجاربها الصاروخية وحضت الولايات المتحدة جميع الدول على تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية باعتبار أنها انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخا بلستيا عابرة للقرات معنا من واشنطن مرسلنا جو تابت جو ما هي الرهانات ما المنتظر من هذا الاجتماع خاصة وأنه بالتزامر مع هذه الاجتماعات وهذا اللقاء كوريا الشمالية لا تزال ماضية في تجاربها البلستية العابرة للقرات تماما إيمان وجهة نظر واشنطن تعكس قلقا كبيرا هناك اجتماعات مفتوحة في رئاسة الأركان داخل وزارة الدفاع الأمريكية لمتابعة التطورات وطبعا اجتماع وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي يأتي في إطار تفعيل التنصيق المشترك مع حلفاء واشنطن وتحديدا اليابان وكوريا الجنوبية لذلك سنستمع من وزيري الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي بعد نحو ساعتين من الآن المنصق الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي أكد أن واشنطن البيت الأبيض يتوقع أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية في الأيام أو ربما الأسابيع المقبلة هناك قلق بأن تترافق التجربة نووية لكوريا الشمالية مع يوم الانتخابات التمهدية النصفية في أمريكا لذلك هناك حالة تأهب قصوى وطبعا هناك القلق الأمني الذي تركز في الأشهر الماضية على مسألة أوكرانيا انتقل اليوم إلى جبهة جديدة هي كوريا الشمالية جو تابت مرسلنا من واشنطن شكرا جزيلا لك